شارك سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية عبر الاتصال الالكتروني المرئي اليوم في أعمال المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي والذي عقد برعاية وحضور الرئيس البرازيلي جائر بولسونارو ومشاركة وفود من الجامعة العربية وغرف التجارة العربية وعدد من الخبراء ورجال الأعمال من الجانبين وقد ألقى سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة أعرب فيها عن بالغ التقدير لفقامة الرئيس جائر بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل لتنظيم هذا المنتدى الاقتصادي المهم لتعزيز علاقات التعاون بين الدول العربية وجمهورية البرازيل وفي هذه الظروف الدولية الطارئة على العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا وأكد سعادة وزير الخارجية أن جائحة كوفيد-19 قد غيرت الكثير من المفاهيم والمعتقدات وتركت تأثيرات عديدة اقتصادية واجتماعية وثقافية وأكدت أن العالم قرية صغيرة إلا أن التأثير الاقتصادية للجائحة والتدابير غير العادية التي اتخذتها كافة دول العالم لاحتواء الفيروس والقضاء عليه سوف يكون ملموسا لسنوات عديدة قادمة وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن هذه الجائحة عززت حقيقة أن التعاون الدولي والمشاركة الفاعلة هم الطريقان الوحيدان لتحقيق الازدهار الدائم في العالم أجمع مؤكدا أن على العالم يدرك أن الازدهار المشترك القائم على المصلحة المشتركة والاعتماد المتبادل هو الركيزة الأكثر ديمومة للسلام والأمن والاستقرار وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن التعاون التجاري والاقتصادي سيكون المحرك الأساسي والدافع للانتعاش العالمي المنشود وبناء إطار من النماء والثقة يضمن أن يكون لبلداننا وشعوبنا مستقبلا مشرقا من الفرص والأمل وأكد سعادة وزير الخارجية أن مبادئ الحوار والتعاون والمشاركة لطالما كانت من المبادئ الأساسية الراصخة في سياسات المملكة بناء على رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه والتي تقوم على تعزيز التفاهم الحقيقي والثقة المتبادلة بين الشعوب والتعاون البناء بينهم وأشار سعادته إلى المملكة البحرين على ثقة بأنها قامت باتخاذ الخطوة الأولى نحو واقع جديد للشرق الأوسط قائم على التعاون وليس المواجهة وعلى الاندماج معا وليس العداء وأكد أن هذا النهج الطموح من شأنه يوفر فرصا جديدة لزيادة النشاط والتبادل التجاري بين دول المنطقة وأكد سعادة وزير الخارجية ثقته بأن الشركات العربية والبرازيلية ستكون في طليعة الراغبين والحريصين على اغتنام هذه الفرص التي تتيحها أجواء السلم والاستقرار لطالما كانت مبادئ الحوار والتعاون والمشاركة هذه من بين المبادئ الأساسية الراسخة في سياسات مملكة البحرين بناء على رؤية جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين التي تقوم على تعزيز التفاهم الحقيقي والثقة بين الشعوب والتعاون البناء بينهم فقد استمرت هذه المبادئ في تحديد كيفية تعاملنا مع مختلف القضايا الرئيسية وآخرها التوقيع على الأعلان التاريخي لدعم السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل والذي أدى إلى إقامة علاقات دبلماسية بين البلدين والتوقيع على اتفاقيات تنظم التعاون المشترك كما حدث بالأمس إن مملكة البحرين على ثقة بأنها قامت باتخاذ الخطوة الأولى نحو واقع جديد للشرق الأوسط قائم على التعاون وليس المواجهة وعلى الاندماج معن وليس العداء على السلام والوئام والتعايش اشتركوا في القناة